موسيقى مساء الخير عندي سؤال لو حتى عنده مرض مزمن وعايز يتجوز يقول على مرضه قبل الجواز ولا ما يقولش يمكن اول اجابة تيجي في دماغنا انه لازم يقول لازم يكون صريح والطرف التاني ييرفض ييقبل براحته وده اللي عملته اسماء بطل القصة حقيقية النهاردة بس كانت النتيجة انه كل ما حد يعرف مرضها بيتهرب منها لحد ما هي قررت انها تغير من طريقة تعاملها مع الموضوع طب عملت ايه اسماء تعالوا نقرر سارتها وتشوف بعدها تقولين ايه اسمي اسماء وعندي 29 سنة معيدة في الجامعة الناس بتشوفني نجحة وشطرة بس انا تعيسة في حياتي وعندي ازمة كبيرة هي اللي خلتني ابعتلكم حكايتي انا ربنا بتلاني يا سالي فاصعب حاجتين ممكن اي بنت تبتلى فيهم الصحة والجواز قضيت حياتي كلها متفقلة دايما فرحانة ونشيطة ومجتهدة وبحاول اطلع الاولى في كل حاجة سواء في الدراسة او اي مهارة بتعلمها كنت شعلت نشاط بلعب رياضة وفين وفين لما كنت بتعب او اخد دواء لحد ما بدأت احس باعراض غريبة في اخر سنة كلي منها ضعفة في الحركة مشاكل في التنفس ونظري بدأ يضعف ووصل بيا الحال اني بقيت بقعة كتير وانا ماشي رجلي مبقتش شايلاني زي ما بيقوله قلت اكيد ده ارهاق وهارجع تاني كويسة بس فضلت في النازل الموضوع طول ابتديت اروح للدكاترة رحت لدكاترة كتير معارفوش يشخصوني لحد ما واحدة صاحبتي قالتلي تعالي وديكي عند دكتورة مناعة شطرة ورحت معها الدكتورة قالتلي انتي مصابة بمرض مناعي نادر اسمه وهن العضلات المرض ده بيضعف حركة الجسم بيأثر على حاجات كتير لما سألتها طب ايه علاجه قالتلي ده مرض مزمن وهيفضل معاكي طول حياتك ولازم تاخدي ادوية تزبط المناعة وكورتيزون مدى الحياة خرجت من عندها تايها جوايا ألف سؤال عن شكل حياتي اللي جاية ورد فعلة أهلي لما يعرفوا ان جالي المرض ده لما فكرت شوية قلت الحمد لله قضى أخف من قضى على الأقل عرفت أخيرا أنا عندي إيه بعد شهور من اللف والدوران ورد كتر عشان أعرف أنا عندي إيه من غير فايدة الحمد لله برضو الدكتورة طمنتني أني لو مشيت على الأدوية هقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي لكن جات لي حالة اكتئاب فضيعة لما عريت عن المرض وأعراضه وعرفت أنه ممكن يأثر على الحمل والخلفة وفي احتمالات أني أخلف طفل مشوه سألت دكتورة متخصصة قالت لي أن ناس كتير خلفت عادي من غير أي ضرر فارتحت شوي بقت المشكلة أني ما بقتش أستحمل أي مجهود وبحتاج فترة راحة وبتيجي علي أوقات بكون فيها مش قادرة تحرك خالص وفي نفس التوقيت ده اتقدم لي واحد من دفعتي كنت معجبة بيه طول فترة الدراسة بس من غير ما بيين له خالص اكتشفت بعدها أنه هو كمان كان معجب بي لدرجة أني ما قدرتش أستنى لما خلص دراسة وهو كمان فاجي طلبني من بابا وماما واتفقنا ساعتها أن الخطوبة تبقى على آخر سنة دراسة عشان نكون اتخرجنا وقتها حكيت له عن كل اللي الدكتور قلته لي قال لي ولا يهمك أنا أفضل جنبك فرحت فضلنا على الحال ده لمدة خمس شهور لحد ما اضطريت أعمل عملية صعبة سابني بعد العملية بشهر من غير أي مقدمات حاولت أفهم منه ليه قال لي أنه تعبين ومش عايز يظلمني وأنا منسزكتي قلت له ولا يهمك أنا هفضل معك لعمر كله زي ما أنت قلت أن أنت هتفضل جنبي لعمر كله اتمسكت بيه لكنه رفض برده وقال لي كل شيء اسمه نصيب فضلت الفترة طويلة بتقلم بعد عاية خاصة أنه ألم هو واجع العملية كان لسه موجود والجرح كان لسه ما أفلش بالمناسبة الشخص ده دلوقتي تجوز وخلف وكمان جاب ولد وسماه نفس الاسم اللي كنا متفقين عليه لما كنا مرتبطين المهم قلت لبابا وماما أن أنا لازم أعتذر السنة دي وما أدخلش امتحانات لأني تعبانة جدا مش مهيئة نفسيا لكن زعل بابا وماما خلاني أحاول أقف على رجلي من تاني دعيت ربنا كتير أنه يساعدني بدأت أحط كل التقطي في المذاكرة كنت بذكر يا سالي وأنا بعيد كل يوم بتحدى كل الظروف عشان ما زعلش أبويا وأمي لحد ما الحمد لله نجحت وبامتياز كمان جالي تعيين معيدة في الكلية في الأول فكرت أسيب التعيين عشان تعبي خفت ما أقدرش على شغل الكلية والتحضير والكلام ده لكن الدكتور اللي بيتابع حالتي وماما وبابا وأخوتي كلهم شجعوني لحد ما استلمت التعيين الحمد لله في الوقت ده كنت كل ما روح حتى كان بيجي لي عريس الحمد لله أنا على قدر كبير من الجمال وأنا جميل أنا مبسوطة بك والله وكانوا بيينباهروا بي بس أول ما يعرفوا أني مريضة كلهم بيجروا كأنهم مثلا حاسين أن أنا عملت جريمة بشعة أو مثلا شافوا عيب في أخلاقي هتقولي لي في ستين ده هقولك ماشي بس في كل مرة كنت بحس أن كرمتي بتتبهدل وبتوجع لحد ما تقدم لي حد كويس قلت مش أصرحه بكل التفاصيل من أول مرة خليني أقوله كل حاجة بعد الخطوبة عشان يكون عارفني كويس وعارف شخصيتي وفعلا ارتبطنا وبعدها بشهرين وقبل ما خليه يدفع أي مليم على الجوازة حكيت له على كل ظروف مرتي فقال لي يا ستي أنا راضي بك كده وساعة الولادة والحمل يبايحل لها ألف حلال كنت فرحانة جداً وحسيت إن الشخص ده عوض ربنا لي اشتريت جهازي وبابا وماما صرفوا دم قلبهم وفي اليوم اللي اشتريت فيه فستان الفرح قبل ما عاد الفرح بشهرين سابني سألته ليه عملت كده أنا كنت قيل لك من الأول قال ليه بصراحة أنت كنت مبسطة للموضوع قوي ما كنتيش واضحة معايا من الأول ومامته قالت لي ينفع ترتبتي بواحد بيشرب مخدرات ومخبي عليك إن هو بيشرب بقى مردي شبه المخدرات في نظرهم وبعدها بشهر عرفت إنه راح خطب واحدة تانية وعاش حياته عادي جداً واتجاوز ودلوقتي المفروض إن أنا وسط كل ده أكمل حياتي وابقى قوية واروح شغلي في الجامعة وكمل تحضير ودراسات عليا ولا كإن في حاجة حصلت تخيلوا إنتوا لو ما كاني كنتوا هتبقوا عاملين إزاي كنتوا هتبقوا عاملين إزاي من جواكم بتدعوا على الناس اللي أزوكوا دي قد إيه وإزاي أصلاً الناس اللي بترق يعني بتجرح ديه بترجع تكمل حياتها ولا كإن حاجة حصلت طب بتناموا على مخدتكم ودمركم مرتاح ولا كإنكم كسرتوا قلب بني قدمة وقهرتوها بالشكل ده عشان سبب بيه ملاش زنبي فيه دلوقتي بقيت بشوف عرسان كتير متقدمين لي لمجرد إني لازم أعمل كده عشان أرضي ماما وبابا واعمل اللي علي مع إني عارفة اللي فيها وكلهم للأسف بعد ما بيعجبوا بيه قوي في الأول بيرجعوا تاني في كلامهم ممجرد ما بيعرفوا معرضي مع إنه لم عضي ولا مشوش شكلي ولا مأثر على أي حاجة بحاول أبقى قوية وأكمل وعارفة إن ربنا بيحبني وعايز يرفعني درجات بكفر زنوب بيها أكيد بس غصبنا عني بضعف وساعات بحس إن الشايلة حملة كبيرة قوي قولوا لي أعمل إيه؟ ممكن تكون الرسالة الجميلة ديها اسمها من أحلى الرسالة اللي لجت هنا في قصة حقيقة واحدة جالها مرض فجأة ممكن تحصل لأي حد لقدر الله وهي مش مسؤولة عن مرضها صح؟ بس إحنا بنحاسبها عليه مع إنه وارد أي حد فينا في ثانية يمر بابتلاء زي دا لقدر الله تبقى أسماء شعورها إيه دلوقت كل التجارب اللي عدت عليها دي واللي عملة تشوفها هتبقى عاملة إزاي؟ طب هي تتصرف إزاي؟ طب مطلوب منها إيه؟ مفروض تعمل إيه عشان تعيش حياتها بشكل طبيعي طب أقول لكم إيه؟ عشان السؤال دا اللي أنا عملة أفكر فيه طول الحلقة من ساعة ما كنت بذكر القصة هل لو حد عنده عيب خلقي أو تشوه أو مرض لازم يقول قبل الجواز؟ هل الطرف التاني من حقه يعرف؟ ولا لا؟ استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن أسماء طول عمرها بتحلم تبلقولها في كل حاجة تعليم، رياضة، طموحها كان ملوش آخر لحد ما ربنا اختبرها بمرض صعب ومزمن أسماء في ربع كلي بدأت تحس بأعراض غريبة جدا فجأة حركتها ما بقيتش زي الأول مش قادرة أن هي تعمل أي مجهود بعد ما كانت بتجري وتلعب وتلعب رياضة بقت تقع من طولها وهي ماشية نظرها بدأ يضعف بعد ما لفت كتير قوي عادة كترة عرفت أن هي مصابة بمرض مناعي نادر اسمه وهن العضلات المرض ده مزمن مزمن ويفضل معها طول حياتها لازم تاخد أدوية تزبط المناع وكورتيزون مدى الحياة فالوقت ده كانت مرتبطة بزميلها راح تقدم لها وكان هيتجوزها بعد التخرج لما عارف حالتها سبها راح خطب بنت تاني في تفاصيل كده اللي احنا قلناها اللي انا هتكلم فيها في النص ورغم كده نجحت وجابت تقدير امتياز بقت معيدة عشان تفرح أهلها اللي كانوا دايماً واقفين جنبها بس فضلت عقدة المرض دي مترضاها كل ما تيجي ترتبط يتقدم لها عرسان كتير ما لا تقول لك كتير بقابل عشان هي أمورة ما شاء الله الله ومبارك مجرد ما يعرفه مرضها يسيبوها فكرت ان هي ما تقولش للعريس الجديد اي حاجة غير بعد ما يعرفها كويس فعلا استنت شهرين بدأ يعرفها كويس وقبل ما تشتري اي حاجة للجواز رحت قلت له قال لها ولا يهمك هكمل معاك تخيلوا أول ما جابت فستان الفرح وقبل الفرح بشهرين سبها رح خطب بنت تاني ومامتوا بقى كلمتها قلت لها ترضي ترتبطي بواحد بيشرب مخدرات ومخبي عليك إن هو بيشرب تخيلوا أسماء نفسية تبعت وحشة متضمارة مش عارفة تعمل ايه عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي زيك دكتور حمود زيك يا سيد حشني للله المشجرات اللازيذة دي ايه رأيك في قصة النهاردة بقى والله قصة يعني لازم نتعاطف معاه اه اه اول مرة شوفك متعاطف يعني اه معاصله هو لانت جيت عالكرسي ده ما سبتش حد في قصة حقيقة الميسينيا جريفز اللي هو اللي هو هنالعضر للوبيل ده مرض فعلا مرض مش سهل يعني هو ده بيجي فجأة هو بيجي في سن من العشرين لاربعين في الستات وفوق الستين في الرجالة المرض ده زي اغلب الامراض المناعية هو مرض مناعي فبيبقى شقع في الستات زي ما قلنا وليه ديورنا الفاريشن يعني تصحى من النومكوس قوي شوية مع المجهود اللي هتبزله في يوم يبدأ يحصلها جفنها يقع انا قعدت اقرى الموضوع ده هو لما جفن بيقع ده بيؤثر على النظر ده بيؤثر على النظر انا عدت اقرى خلتني دخلت على جوجل وعدت ادور على كل المعروفات بيخلي فيه دبل فيشن او دبلوبيا وممكن يأثر على يعني لما جفن يقع احنا ما نشوفش ده بيأثر بيعمل اصلا ليه مش بس كده اصلا ليه مش بس كده هي العضلات كلها احنا في عضلات في رمينا يعني بيروا العصاب كلها بتسيب لا العضلات هو مرض في النيورو ماسكولور جنكشن يعني في الربطة ما بين الاعصاب والعضلات ايوة فهو مرض مش تبع الامراض يعني مش الدكتور مناعة زي ما هي راح كده تروح لدكتور مناعة لا one peut ruch دكتور امراض عصبية او طب المخ والاعصاب هو ده في النيورو ماسكولور جنكشن فده المسؤول عنه هو طبيب المخ والاعصاب يعني دي حاجة في المخ في مركز من مركز لا طبيب المخ والاعصاب هو المسؤول عن عصاب الجسم كلها فهو ده في الوصلة ما بين العضلات وما بين الاعصاب الاعصاب بتدي اشارة للعضلات في العضلات تبدأ تنقبض فالوصلة دي بيحصل فيها المشكلة انه بتتكون اجسام مناعية تقفل المستقبلات بتاعت الاسيطايل كولين على العضلة فيبقى العضلة فالعصاب متعرقبت خلاص بتحلي العضلة متحركش بزابت كده فتيجي تبقى الاول شغالة كويس اول ما تصحى من النوم مع الوقت تبدأ ده يحصل بقى عضلات العين كمان احنا في عضلات اللي بجيب عندنا يمين ويشمال والعضلات مع الوقت تبدأ ايبقى فيها مشكلة اللي بيعمل كده لا عضلات العينة بتبدأ ترهك وتتعب عضلات رجليها وعضلات بسمها لما تنام في الاول الامور تبقى ماشا كده بعد كده ممكن مع الوقت الموضوع يزداد سوءا فتبدأ تاخد وقت اطول عشان يحصل لها ريكوفري من المايسينيا او من الوهن العضلي ده بس دي دونت ريكوفري يبتقول مرض مزمن لا لما بتنام بتصحى احسن فبتاخد وقت اطول بعد كده مع الوقت يبدأ الريكوفري بتاع العضلات من النوم الموضوع مش احسن حاجة يعني مثلا نفترض انها في اول المرض بتنام تصحى تقعد لها اربع ساعات كويسة وبعدين يبدأ العضلات تضعف وتبدأ جفنها يسقط تمام بعد شوية تقعد لها ساعتين وبعدين جفنها يسقط بعد شوية تصحى من النوم كويسة تقعد لها ساعة وجفنها يسقط فاهمة اللي انا عايز اقوله لانه المرض بروغريسيف العلاجات بتاعته يعني زي ما قالت في القصة انه ممكن تاخد كورتيزون ممكن يعمله بلازما فارسز عشان الانتيباضيز اللي بتتكون ممكن يشيله كورتيزون ده بشا كورتيزون ده ليه تأثير نفسي غير العضوي انا جربت كورتيزون بشا يعمل اكتئاب طبعا يعمل اكتئاب طبعا الكورتيزون من الهوربونات اللي بتعمل اكتئاب ده بسبب التخن اللي بيعمله لا وبسبب النفخة اللي بيبقى فيها لا لا ده اكتئاب تاني ده ده رهيب ده اكتئاب بقى التلفزيون انت مش راهب انا كنت في حتة تانية خالص ده يحصل التخن ده لناس زي سيلي كده ناس مهتمة بنفسها لكن هو بيعمل اكتئاب لوحده حتى لو انتش بشتماية بشكلك بيعمل اكتئاب لانه الكورتيزون ليه تأثير سلبي على المزاج يعني هو ده باشا اه وعشان كده مشهور عندنا حاجة اسمها اللي بنسميه الاكتئاب السودوي ايه بقى الاكتئاب السودوي ده الناس تصحى من النوم تصحى من النوم مزاجها زي الزفت عشان الكورتيزول الكورتيزول بقى اللي هو جسمنا بيطلع عائل الصبح وبيبدأ يقل مع الوقت فهم يصحوا مزاجهم زي الزفت وبعدين مع الوقت ياخدوا وقت عبالما الكورتيزول ليه ليل فيبدأ مزاجهم يبقى ايه كويس وعلى فكرة ناس كتيرة كده يعني الناس بتقولك اصابوا لك اول ساعتين من او مصحة او مصحة حاش كلم معاي ايوه انا ساعة ما حاش كلم معاي سجايري مش عارف ايه الكورتيزول ليه لعلي لأ واصحة ما حاش لو انت قلت لك ايه حاجة لا بالزبط كده ما حاش بفكر يكلمني او مصحة لا لا تخيالي بقى انت في كده طول يوم لانك بتاكدي كورتيزول ثلاث مرات في يوم فانتي عادة بنفس الحالة طول يوم يعني هو فعرفيني يكلموكي امتى يعني انا فعلا كليه عزري هو اه اه طبعا طبعا يعني انا عدت خمس سنين على الكورتيزول فده لا ده ده حوار اه 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 ده غير بقى قصة بتاعت التقن اللي انت تتكلم معلي طبو البلز هي 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 زي الحؤن اه بس هو الفرق انه الحؤن ده بيبقى مش حؤن احنا يعني الحؤن تأثيرها ممتد والبلز تأثيرها يومي احنا بقى بتوع الميسيني بنعملهم حاجة تانية خالص ده بياخدوا خمس تيام بيعلقوا كورتيزول بيعلقوا كورتيزول في المستشفى زي المحلي زي المحلي كده برفعليك فهماني خمس تيام على الاقل لحد ما تبدأ تتحسن وبعدين تخرج وبعدين تقضلها شهرين تلاتة كويزة انت رجع تعلق تاني فهماني فاحنا عندنا ايه مشكلة ان الموضوع دوري فهي قصة فعلا طب هو البيبي بيتأثر فعلا زي ما الدكتور قلت لها اه مش قوي مش دايما بيحصل حاجة اسمها نيونيتا الميسينية يعني ممكن الطفل يتولد عنده ميسينية بس لو تعالج من هو طفل يخفه بقى زي الفل وما يتكرارش يعني ماناش اي حاجة في الاطفال لا يحصل ان الولد يبقى عنده نيونيتا الميسينية بس لم يتعالج وهو طفل لسه رضيع يخفه والامور تبقى كويسة بعد الحالات بقى الموضوع بيبقى مكمل في الاطفال ودي حالات نادرة اوي تمام المشكلة الكبيرة ان هي مع الوقت ممكن عضلات التنفس تتأثر التنفس بتاعنا في عضلات هي المسؤولة عن التنفس بتاعنا فالعضلات دي لما تتأثر يبقى هي تنفسها ايه هيقف فيحطوها على جهاز تنفس صناعي دمين خش بقى رعاية اللي هو المريض نفسه اللي عنده الميسينية وحتى لو الاطفال الاطفال ما انا بقولك الاطفال خلاص احنا عدنا قصة الاطفال انا خليبه لك لا انا احنا مش نعديها دي خلاص لانه انا بعد اللحمات هقلته ده ده انا عندي اشو عندي قصة هي قالتلك هي قالتلك راح تسألت الدكتورة والدكتورة قالت لها لا اما تقلقيش الاطفال بيعان بس التاني قالها ايه قالها انت طلعتي يعني مرتش تقوليلي وبتهوني علي والمرض أصعب من كده لا هو كلام الدكتورة صح أنه هو الأطفال أغلبهم لو تعالج وهو صغير بيخفوا الموضوع انتهى بالنسبة له حالات نادرة قوي اللي الموضوع بيكمل معاه فكلام الدكتورة كان صح فكلام حمدها ده أنه العيال هيطلع عندهم ومش هيطلع عندهم لا ده مش صح في رأي بيقول لك أنه عشان الزواج يكمل عشان كل البنات اللي بتسمعنا بقى قد النظر عن سوسو أو لا ويقول لك أنه عشان الزواج يجب أن الرجل يكون بيحب الستة الضعف لأنه الستة لما بتحب الحب بيقعد يزيد 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 بس الرجل لما بيحب ويمتلك الحاجة لقيتها على الانترنت من كام يوم فيديو لا خالص والله يقول لك الرجل لما بيمتلك الحاجة يعني هي لوزز انفرست بيفقد الاتمام الستة بقى لما بتاخدها بتحبها أكتر وأكتر 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 فبيقول لك خليه حبك أضعاف ما أنت بتحب بيه ده ملوش علاقة بكون الراجل ولا كونها ست ده ليه علاقة بالشخصية نفسها فيه ناس لما تمتلك الحاجة تحفظ عليها كان نفسك تركابي عربية مرسيديس جبتيها محافظة عليها جدا عشان انت كان نفسك في ده فيه حد تاني لأ هو لعبة جابها وبعد شواء فقد الاهتمام فدي تعتمد على الشخصية يعني الجواز الناجح ما اعتمدش أن الراجل يكون بيحب الستة أكتر لا خالص لأنه لو بيحب الستة أكتر هو بقى مش بيحب بعد شوية هيبقى عرفة خنقة اللي هو ايه انت راح فيه نجاية منين بتعميل ايه لا احنا ما بنقولش كده بقى احنا بنقول حب بقى مساكينة وموادة ورحمة ما هو ده ونس هو ده هو ده عودي معايا بدل ما تنزلي ايه رأيك بحب الاتنين لازم يحبوا بنفس القدر بنفس القدر بنفس القدر لو حد بيحب التاني أكتر فاللي بيحبه أكتر ده هيتعزم تمام لأنه هي العلاقات كده كان علي بن أبي طالب بيقول لو أنا بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت فإذا شدوها أرخيت وإذا أرخيتها شدت وإذا يا حد يشد وحد يرخي زيبي بيقولوا بالبلد دي كده هو متعصب يا سيدي احتوي متعصب يا سيدي احتوي المسافات احنا بنقول الحب هو زكاء المسافة يعني ايه الحب هو زكاء المسافة امت تقربي فتحفظي على حبك وامت تبعدي فتحفظي على جاذبيتك فاهماني خدي بالك كوني غمضة وسموتي القريب قوي يفقد القريب قوي يفقد جاذبيته والبعيد قوي بيفقد الحب فاهماني البعيد عن العين بعيد عن العلب هي وصلت رمحانات انه بيحبها وانه هو مش قادر يستنى عنها زي ست تخلي الرجل يحبها كده ما قرش يستنى عنها اه ممكن طبعا هو أعمالها يحبها ليه يعني هي اللي هي اللي بتعمل ده ايه بنعمل ايه بنعمل ايه اه أنا مش المفروض أقول لنا دكاء المسافة أول حاجة ماشي تعرف امتى تقرب وامتى تبعد ما تفضلش مقربة طول الوقت لحد اما هو يزهق ويمشي تمام خصوصا انه أغلب ما يبقاش قادل واحد وطول انت عندك توحو اغلب العرسان او انت بش عايز تقعد معايا عيب اغلب العرسان اللي كانوا متقدم لها في القصة جواء الصالونات اه ودبالك معجبين بيها جدا في الاول يعني ايه لا بس هو حداية كانت معجبة بيه هو واحد بس لحبته لكن باية العرسان شكلهم جواء الصالونات هي كان بيقابلها فيعجب بيها وبعدين ايه دي عرف ان عندها مرض فياخد بعض ويمشي واحد قربت منه وبرضه جات في وقت مش مناسب خد بالك برضه امتى تقولي ايه والمين امتى اقول ايه اه اقولها امتى ليس كل ما يعرف يقال ليس كل ما يقال حضر اهله وليس كل من حضر اهله حضر وقته بمعنى ترجمها لي في القصة امتى بقى اقول ايه والمين وازاي فالمفروض هو اللي كان يبقى عارف بعد ما تصق تماما انه هو بقى فيه علاقة جيدة بينه وبينها لدرجة انه ممكن يقرر انه يشيل المسئولية ويبقى راجل يعتمد عليه ويقول لها انا هاخدك حتى لو انتي عضم في قفة ده مرحلة من المراحل يعني مصرحش في الاول مرحلة من المراحل العلاقات العاطفية بتوصل كده انه هو هيعمل معها اي حاجة ماء ما هي كان فيها من مشاكل هو جنبها وهيسندها يعني يقولها ده تقوله في الاول هو الصحي انها ما تقولوش في الاول لانه ده كله غاصر نور هل هل ده لا يعتبر خداع لا ليه ليه تخليني حبك وبعد كانت تقولي ان انت عيان او عندك حاجة اهو احنا لسه محبناش بعض ليه ما هو انا خلاص رتحتلك وتعودت عليك وانت موجود وبنتعرف احنا لسه بنتعوانت المفروض يبقى عندك مرض فماشية في الناس لشهر انا عندي مايسانيا جريفز اي حد يقرب منك يقولك على فكرة يا ساني معجب بيك تقولي ان عنده مايسانيا جريفز كأنك بتقولي لهم ايه ما تجوش ما تجوش بس ممكن من رابع مرة مثلا عشان ما الحاشة تعلق لا او هو ما الحاشة تعلق اول حق تعلق الفرودي هو كان متجوزها وكانت زي الفل وقالها الميسانيا جريفز بعد الجواز يعد طيب ده ما فاش اختيار انت متجوز دي مركب هي نفس الحكاية هي نفس الحكاية يعني هو ما يعرفش ان عندها مايسانيا جريفز مش المفروض كل واحد يقرب لها او يقول لها ازايك يعني انت بتقول ان هي ماكش تقول تقول له اه يعني ده رأي يعني اقوله بعد الخطوبة ولا قبل الخطوبة لا مش هعمل الخطوبة لسه خالص لما نبقى مرتبطين عاطفيا وحس ان هو الرجل ده هو المناسب وهو اللي انا هيعرف يشلني هقوله على فكرة في حاجة انا ما بقولهاش لأي حد لكن احنا وصلنا مرحلة ان انا لازم اقول لك الحكاية دي تمام وتقول له طب السؤال لكن مش المفروض اي حد معدي اه جاي يعني يقول لها انا وعجب بيكي فتقول له انا عن فكرة عندي مواسانيا جريفز كأني ايه ما اعمل ايه بطفش بطفش طب انا عايز اسألك سؤال عشان السؤال ده كان اه في ديبيت او كان في نقاش كبير جدا لو حد عنده تشوه او مسلا هو صغير انت عارف بلع اللي كان بتلعب والحيلة اللي تقع عليها تحرقها في بطناها تحرق مش عارف ايه في منطقة ما بتبنش للناس هو الوحيد اللي هيشوفها مفروض نقول من اول لقطة يعني مرضو اهمش في الشارع كده اقول لأي حد يقرب لي لأ يعني عريس جي وخلاص اتكلمنا اربع خمس مرات انا في حجم دياني ده جواز صالونات انا ما بتكلمش هنا بقى خالص على فكرة جواز الصالونات جواز الصالونات لو احنا هو بعد تاني مرة عايز يقرأ فتحة تمام هاجل او هقول له انا عندي كذا كذا وا nuit فرق من الجواز الصالونات والجواز العادي الجواز العادي بيبقى احنا مش بيقابلك ويقول لك ايه على فكرة انا مو أعجب철 باك انا اعجبك فعايز اتجوزك فانتي مضطر مرة من اللي هقعدني جامده سنتين وفي الآخر يولي لا انت فاهم قصدي ايو بس انت خرجتيني من النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ودخلتيني في نقطة تانية انت بتسألي سؤال محدد فخليني جابت السؤال وبعدين بيدخليني اقول ولا ما اقولش انا دلوقتي واحد بتقدم لي جواز السالونات تمام واقعد معي مرتين وفي الثالثة مصرع خطوبة هقول لانه هنا انا مضطر اقول انه لو اتخطبت فانا كده بقدعه لكن حد ما قابلني في كلية زميلي واتعرفنا وبقى فيه بنا علاقة عاطفية والامور مشي عادي خالص انا مش مجبرة ان انا اقوله انه في حاجة حصلالي لما يقولي هتقدم لك ولما يقولي انا بحبك ولما يقولي مش عارف ايه هقوله ساعتها لو هو وسل لمرحلة من الحب تخليه هيكمل هيقول لها انا مش فرق معي الكلام ده انا مكمل مكمل لو هو ما وصلش المرحلة دي من الحب وهو بيدور على عروسة ومكان عجبه شكلها وسطحي وتافع هيقول لها ايه لا والله انا مش هقدر اكمل كالعادة انا غير متفقة معك كالعادة انا انت خلاص صحيح مبيتش فرع معك يعني انا بشوف ان احنا القول من الاول لانه انا مش هماتسبنيش كله ده وفي الاخرى تيجي تقولي ما تسبنيش ايه نزميلك في الكلية وبيلان انا معجب بيك وانت معجب بيه خلاص انا لسألك عايزة اتقدم لك فقول له لا والنبي استغلاص مولو بيكلمني لين بيسألني على موعيد المحضرات وانت اتعلقتي ده هو اللي بدأ يتعلق بيك خلي بالك انت غصبا عنك لما بتكلم حد بتتعود عليه فيه ناس ممكن نتعود عليهم بالسهولة وفيه ناس ممكن يعجبوني ويعجبني وجوده وجودهم في حياتي عملي طعم ما يخليني متغيرة ما يخليني مبسوطة ليه احرق كل ده بقى انا مش بحرق ده ما انا عملا احرق 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 فجأة خد وانا بقول لك على حاجة هو انا المفروض برضو هو لسه علقتي بيه سطحية ولا هو يعرفني ولا هو عنده استعداد يكمل معايا لسه فقول له انا محروقة فياخد بعضه ويمشي ده منطق طب هو بتاع الجامعة زميلها ده ما كانش جد ما هو شافها ويعرفها اربع سنين شايفها اه اربع سنين شايفها وعرفها ورجالة بتحب تأبزيرف يعود يتفرق كده بتتكلام مع ده ازاي بتعمل ده بقى ده زي ما بقول كده هو لازم يكون راجل وبتحمل المسئولية فيقرر وهو بيحبه فيقرر ان يقول لها ايه انا هاخدك زي ما انتي مهما حصل الاموهات دي بقى نتعامل معها ازاي يعني لو انا قعدة كده وجات لي مكالمة من اللي كانت مثلا انها تبقى حمايتي في يوم الايام لو انا بحط نفسي مكان كل واحدة في قصة هاي لو دي قصتي انا فلاقيت فجأة طان تريكتها تبقى حمايتي دي فبالكلمة تقولي ترد يتغذي واحد بيشرب مخدرات المفروض بقى رد عليها ازاي اه الام دي طبعا عندها مشاكل يعني ما فيش حاجة اسمها انتي شبه واحد بيشرب مخدرات ينفعها كون بشرب مخدرات بيترد عليهم ازاي عشان نبقى صح عشان انا لما حد يجيولي عيب لما تردي على طانتك كده ام انا عملت مع طانتي الواجب وزياد ما حدش يعطيبني يا جماعة انا حر لازم اقولها شايفاني مدمنة شايفاني بدور على المخدرات لازم ارد عليها رد طب ولو انا رديت وقلتها ده مرض بتاع ربنا يعملوا ايه هما شايفين بنتهم كده يعني هما عميني يقولها انزلي وقابلي صح هما بتكلموا صح انت متأكد ما هو ده بقى للسؤال بقى هما بتكلموا صح انها لازم تكمل وتمارس ساحاتها طب انت تتضيع وقت ووجع يعني تروح تموت لا تركز في شغلها لحد ما يبقى ييجي الوقت ليه لازم انزل شوف عريسي اخر لا لا يعني هو مش فكرة انها لازم تنزل شوف عريس هي لازم تتعامل مع الناس ولو حد اقرب منها اتقرب انا رأيي هي ما ينفعش تتجاوز جواز صلنات هي لازم تتجاوز جواز عن حب ما هيو اقول لهم كده حد يحبها فعلا حد يحبها فعلا فيشتريها يشتريها بمرضها ويشتريها بظروفها ويشتريها بكل حاجة تمام ويقف جنبها لاخر اللحظة لكن جواز الصلنات دايما زي ما انتش قلت كده انه بيختار بعقله فهو داخل يختار بعقله فهو بيشوف المزايا في مقابل العيوب فيلاقي ان عندها عيب ان عندها مرض يقولك لا لا مش تنفع تقف في المطبخ مش هنفع تربي العيال مش هنفع مش عارف ايه يعني انا هتجوز ولا والستة اصلا بتتجوز غير ايه طب بتتجوز واحدة ايه في فلبنية بتوعد تطبخ وتمسح وتكنس وجواز ايه لكده وتشيل العيال طبعا ما معروفة ما تجواز كده هو ده الجواز فعشان كده ما بقولك عشان كده هنفعش تجوز يجوز السلونات ده اللي هو داخلي نائي هو مش داخلي محالي والله ولا سلونات ولا غير الستة مش ملزمة لو هي تجوزت واحد بيحبها تمام وقابلت حد يشتريها هيشتريها بكل المشاكل اللي عندها طب لما الواحد يلاقي طاقته كلها خلصت كده والصبر خلاص خلص احنا بنشحن ازاي انا بس معدام المصطلح اشحن طاقتك ايوه ازاي بييجي ازاي ده نشحن ازاي هو فيه طرق كتيرة لحكاية شحن الطاقة دي اولها انك تاخدي اجازة تمام تاخدي اجازة من كل حاجة بنتخنق مع البيت كل لا دي اجازة قول حاجة بعدها ما انا مش هاخد اجازة وعدلهم في البيت اخد اجازة وسافر بيتخنقوا انهم ما مسافروش معايا قول غيرها يالله مشارعنا بشين الاجازة متقفلة كل اللي اكتراحات ايوه احنا محتاجين نشحن يعني نفصل تمام فالفصل ده ممكن يبقى في سورة اجازة ممكن يبقى في سورة سفر ممكن يبقى في سورة قق recorded مع اصحابي ممكن يبقى في سورة ان انا بعد بس عن البيت وظروف البيت اللي ضغطاني او الشغل اللي ضغطاني هو ده ان انا مشحن طاقة انه الطاقة بتخلص بسبب الضغوط فيه ناس بتشحن بالاناية روح تزور دور ايتام او تزور مرضى او كده ده بيبقى شحن هو شحن مش شحن زي ما احنا عايزين لسه بيبقى غلط؟ هو ممكن يأثر سلبة نصله يعني أنا لا لو حد هو بيحب يعني شحنه في العطاء آه بالزبط كده في حد كده؟ في حد يشوف بلوت غيره وتكون عليه بلوته آه فيروح أنا دايما بقولك كلوة دي وفي حد يروح يتعب زيادة يشوف الناس الأيتام يشوف مرضى الحروق يشوف مرضى السرطان فيتأثر زيادة ويكتئب زيادة ما يوخدوه مش معاي على فكرة مش عارف أحداث غزة اللي فاتت كانت نسبة الاكتئاب عالية جدا في بداية الأحداث جالي كمية مرضى عندهم اكتئاب بسبب متابعة أحداث غزة وبتفرجوا على المناظر بتاعة القنابل والناس محيوفة دي حقيقة والأطفال والطبع نسبة اكتئاب رهيبة كلهم جاي نشتكم نفس الحكاية والاكتئاب بعد كده بيقل الواحد بطلوا يتابعوا يعني مع الوقت بطلوا يتابعوا ولا بتعتاد زي ما هي مثلا خلاص انت بتبعيش في حاجة اعتدتها هو ده بالزبط هم بطلوا يتابعوا لكن الأول وهم متابعين وفاتحين 24 ساعة اللي بيحصل في غزة كمية مكتئبين رهيبة والناس بتعيط وناس اللي عندهم حتى بيبولر ديس أوردر منهم دخل في مانيا من المتابعة ومنهم دخل في دي بريشا طبعا بسبب المتابعة دي عشان كده ساعات كتيرة لو الشخص سينستيف جدا وحساس نقول له لا ما تتبعش الحاجات دي فتشوف بالوة غيرها تقول زيك كده أنا بحب أروه الحمد لله دي ما نعمى رب أنا بحب أروه واللي بيقع عميني مورداش أخذه من جيش عشان انت قوية ده محتاج اللي محتاج يعمل كده ده الناس القوية اللي هي تعمل ده فده يشحنها لكن الناس الضعيفة وما ينفعش تعمل ده هتتعب زيادة هتتعب أكتر طب المفروض أسماء تعمل ايه عشان تبقى قوية هو دي سهلة دي حاجة مكتسبة ولا دي حاجة منتولد بيها ولا دي ايه والله كل حاجة في الدنيا فيها عمل وراثي وفيها عمل مكتسب اللي ما عندنا هدف هنا أو يعني ممكن أطلع شبه بابايا أو مامتي بالزبط كده في عوامل وراثية فبابا شخصية قائدة وماما شخصية قائدة فأنا واخد منهم الحكاية دي لأ ده أنا ماما ست طيبة وأنا واخد من ماما الحكاية دي ان انا شخص تب اقول لك الحاجة بس تحكش علي دايما بقولها الست العقلة الحنينة اللي ما اشتغلتش لها ست البيت الطيبة تطلع شخصية قوية الشخصية قوية عمرها ما تطلع يا لشخصيتهم قوية صح انت كلمك صح ما تعودش تاخده انت بتاخده دي دراك معايا انت كلمك صح انت جاي بتقولي رأيك بس ده متوقف ايه بس ده متوقف العمل التاني ايه بقى العمل التاني عمل التربية يعني الام قوية بس بتربي عيالها على ان هما يبقوا اقوية مش بتضعفهم فالعيال هتطلع قوية بس تطلعهم اقوى منها اه طبعا لكن الام قوية وبتضعف عيالها بالنقض وبالزعيق وبالخناء عشان هي ست قوية ومفترية انا بس لو اقول رأي في الميدي اه فهنا فهنا العمل التاني اللي هو عمل التربية هيخليهم ضعاف يعني انا بشوف الام الضعيفة دايما انت سقف لا يا قولي رأيك قولي قولي برافو لا مش شرط مش شرط تعرفي بشوف القوية بتعملش كده تخاف مش كل الستات ما هبقولك الموضوع اللي لقبت العامل التاني اللي هو التربية انا ما جربتش اخلف عشان ارابني مش كل الستات الضعيفة بتطلع ولادها اقوي وبالعكس ممكن تبقى الست ضعيفة وتطلع ولادها ضعاف فالأب بيجي يزعق فتقول البنت سكوتي سكوتي انت عايزها يضرابك فتخليها تبقى ايه تقول الوقت نفس الحكاية اخوها جاي متعصب فهيتخانق معها ويمدي يده عليها فتقول لها سكوتي سكوتي ما تخلوش يمدي يده عليك فتعاود البنت انها تقول الوقت ايه سكتة وضعيفة في المرض بقى فهي بتعمل كده ايه بتربيها على انها تكون ضعيفة والبنت اصلا عندها الجينات دي طبع فاهماني عشان كده احنا بنقول فيه عاملين العامل الجيني وعمل التربية في ست بتبعيز تشوف عائلها انجح منها انه برافو وتحقق فيهم اللي ما عرفتش تحققوا زي ما انا حاسة ان اهل اسماء كده وفيه ناس تانية مش كده اهل اسماء يعني داعمين قوي انا حاسة مش هما دول ليهم 70% من القوة اللي فيها أو الطاقة بس ساعات وإحنا بندعم ولادنا بنبقى فاهمين ان احنا بندعمهم وإحنا في الحقيقة بننقضهم لو هو واخد صورة المسندة والتشجيع فده كويس قوي ونسقف لهم لو هو واخد صورة النقض فلا نقف هنا لان انت كده بتضعفها بس انت احيانا بتشجع وهو مش قادر يقوم في رأيي مهدا يبقى نقض مش تشجيع في نقض مش تشجيع هي مش قادرة تقوم بالزبط كده ما يفعش بقى واخد الضربة القضية ووقع وانت عمقق قوم قوم ايه ما انا مش قادر نعمل حاجة انا عايز حد يقومني مش عايز حد يقول لي قوم انت تقدر مش قادر ايه بقى ايه سمات انا بقى في رأي ان هما نقضين شوية وهم فهمين ان هما بيدعموها لكن هما نقضين بدليل ان ثقاتها في نفسها بدأت تقع لان هما لو كانوا بيدعموها بجد كتثقة هتزيد مش ايه بما انك بقى بتقعد دايما تقول لنا الحاجات اللي بتهدم اي علاقة احنا عايزين نتكلم بقى عن الجمال والكمال والحلاوة بنختار ازاي وده اللي هاختم بيه لما اجي اختار المقاييس بتبقى ايه بس مقاييس سابتة يعني فيش حاجة اسمها انا جاي اختار يعني مرفت غير همت اه انا مش ناجل سوق برضو ما هنا يا جماعة مش راحة انا ايطماطم انا هتجاوز واحدة تمام فموكن احنا قلنا في نوعين في تلات حاجات سابتين يعني احنا قلنا في نوعين من الجواز تمام الجواز اللي هو العطفة والله ياخدها بعبالها زي ما بيقولوا هاخدها بمرضها فده النوع الاول انا مش ناجل لان ايطماطم مش اختاره دكتور ولا باشا عشان انا حبيد ده فهاخده النوع الثاني جواز السرناط اللي فيه بقى التنقية ان انا بقى بنائي تمام بنائي ده فكل الناس في دماغها الحديث الشريف بتاع تنكح المرأة لاربع فدايما الراجل رايح اه لما لا وجمالها وحسبها فهو رايح بينائي بقى بيقول ويوازن هي عندها اربع مزايا وعندها خمس عيوب لا ما تنفعش هي عندها خمس عيوب لا انا عايز اتكلم عن common بين الاثنين يعني انا ما اشوف حد كده اقول ده ينفع كمل معاه لا ازاي على فكرة ينفع كمل معاه لو انا متقبلا بعيوبه انا حسى ان الأمور ده بقى انا عايز اسمعه منك با يا اخي وده بقى ناس اسمعه با حسى يعني ايه انا بحب حد يعني عيوبه عبلاها مش على قلبي زال عسل بس انا قابلاها قابلاها بزبط خلق انا عملا لانه ما فيش حد كامل بس فلانه ما فيش حد كامل وعيوبه هعديها بس عارف حد تاني والله هي ما عديها ابدا بالزبط كده فأنا أقابل عيوبه وعلى فكرة في حد يقبل العيب وحد ما يقبلش نفس العيب أنا بقى حمدا لأ بس ميت حتى أنا بقى حيب مش بس كده مش بس كده مش في الأشخاص العيب نفسه يعني حد يقبل البخل واستحمل البخل ويقول أنا أقبل البخل حد تاني ما قبلش البخل حتى رجب تحبه مش هقبل البخل فاهماني فالعيب نفسه في حد يقدر يشيله وحد لا واحدة تستحمل رجل العصبي واحدة تانية هتقول لا مش هتجاوز ورد العصبي ابدا فاهماني ربنا مدي كل واحد قدرة على التحمل يقدر يشيل ايه وما يقدرش يشيل ايه فانت ما تقدرش تقول رشدة انه اختار وحسب وانت بتختاري اعملي اختاري اللي انت تحسي انك هتعرفي تتكيفي معاه وتشيلي عيوبه تستحمليها شكرا ايوة ودايما يقول لك ايه عايز تعرف حد بجد اعرفه في الخلاف يا اي صح مش وحنا كويسين مع بعض ابدا نورتين يا حمود انتفقنا على حاجة نعم انتفقين على طول ياسع نورتين استنونا بعد الفاصل لسه في كلام كتير اغلب المشاكل اللي لاجت لنا هنا في قصة حقيقية كانت مشاكل فيها الطرف او اكتر مسؤول عنها بس مشكلتك يا اسماء انت ملكيش زنب فيها يا حبيبتي بس طول الوقت انت عمالها بتدفعي تمانها صح وفي الاول والاخر ابتلاء او اختبار او محنة او منحة من ربنا سبحانه وتعالى بيديها لعباده اللي بيختارهم وبيديهم ابتلاء صعب عشان يكونوا قدوا واحنا في المواقف الصعبة دي بنبقى في الغالب انه نوعين نوع كده بيبقى راضي ومسلم ويا رب اللي تجيبه كله خير ونوع تاني بقى بيقول خلاص انا مفيش في ايدي اي حاجة غير ان انا اسلم بقضائك وقدرك وظن فيك كله خير نوع تاني بقى بيجي فجأة يعمل ايه انا راضي بس انا زعلان انا راضي بس انا زعلان انا راضي بس انا هعيط ويقوله ليه يا رب ليه يا رب كتبت علي كده ليه يا رب انا مش قدها يا رب اشمع ان انا والناس التانية لأ وكل الناس عاب بيجينا على فكرة الابسن داونز دي او ان انا بقى شوية نفسيتي فوق وشوية تحت وشوية مش قادر اكمل بس اهم حاجة انه كل اللي نفسهم فيه بياخدوا ازاي بيرضى ما تبقيش زي الناس اللي تعلقوا بين الحالتين اللي هو شوية انا تمام شوية لا انا مش تمام لو انت كملتي وانت حسة انه خلاص يا رب انا جبت اخري ويا رب انا معاك وهستحمل اكتر من كده ومش هيجيلي لحظات يأس ومش هزعل ومش هزهق بتهيق لي اللي انت بيعتفر رسالتك دا ان انت من نوع الحلو دا اللي هو ايه كنت في الاول زعلانة وموجوعة ومش عارفة عامل ايه بس قلت الحمد لله بعدين جينا تاني وربنا نجحنا وبقنا حلوين وقلت ان انا امورة اصلا وشكلي حلو فانا محافظة كمان على ان انا كل حاجة انا الاولى فيها وبقيت معيدة في الجامعة برافو واهلي وقفين جنبي هي نعمة الاهل دي برضو مش شوية نعمة الشاطرة دي مش شوية نعمة الجمال دي مش شوية بس ان انا افكر انه ابتلاق زي دا عمال بيحرمني من احلام انا كنت بتمناها ومش شايفة الحاجات التانية شايفة انه اهم حاجة ان انا حب واتحب ولاقى يشرك حياة بس مش يا بنتي يبقى سند وضهر تعيشي معاه في امان وتخلفي ويشيلك انت وولادك محتاجين بقى هنا افكر بصوت عالي افكر نفسي وافكرك عارفة قصة قصة سيدنا موسى والعبد الصالح السفينة اللي بووزها والغلام الولد الصغير اللي قتلوا واللي حيطغل بناها حاجات كده تحسي اليدة دا كل دا غلط بس كان وراها ايه حكمة حكمة ان ربنا ساعات بيدينا بتلاق صغير عشان يشيل ابتلاق كبير قوي فكرتي وانت حزينة وعدت عياتي ومأهورة على نفسك طب ايه اللي كان ممكن يحصل مثلا لو كنتي اتجوزتي واحد من دول اشباه الرجال دي طب حياتك كانت معاها تبقى عاملة ازاي طب مامتو اللي جات تقولك تمش عارف ايه اللي بترد عادي وكسر الخواطر دا دي تبقى حماتك بقى دي جدة عيالك يا شيخة عايزوا قلك ان احنا شفنا هنا في البرنامج قصص كتير لستات يعني بصي مش مش بيقولوا شافوا اللي محد شافوا في الجواز وكانوا وحشين قوي اللي اتجوزوهم ارتبطوا وحبوا وخلفوا وعايزين يخلعوا مش عارفين متعذبين بنات تانية مرضهم اصعب منك بكتير قوي ما اثر على شكلهم ورزقهم بخلي حياتهم اصعب بكتير من حياتك مش لازم نبقى كاملين اقولك على حاجة انا لحد النهاردة بتعلمها يمكن انا انا كنت عمالة عيد ومستنيه ان انا نعمل العمرة الخامسة بعد العمرة الخامسة دي وعملتها في رمضان رجعت جالي التعلابة في شعري اللي انا كنت كتبت عليها وناس كتير حتى يعرفوا الموضوع ده وجات لي قبل فرح اخويا بيومين قعدت نهارته وازاي سبحانه ادهالي بعد ما انا كنت عايزة ايه لعمرة الخامسة عشان ابقى على ثبات عارف عملت ايه اول حاجة لما تعليجت منها مع انها ما بتتعليجش وزي ما بيقوله هو مرض مزمن كل ما تزعلي هيجيلك كل ما تبقى في ستراس هيجيلك وعارفة ان ده ولا حاجة جنب اللي عندك بس اللي عندك ده ولا حاجة جنب اللي انا رحت لهم رحت فين رحت معهد السرطان رحت ونزعلانا على خمس حتة قد كده في شعري فاضين رحت للشعرهم كله فضي لقيت بنت لسه فكرها لحد النهار ده سومية كان عندها 18 سنة وهي قاعدة بتاخد الكيماوي اللي بيقوله انه هو نار في الجسم نار ربنا يعفو عنهم لقيتها بتقولي بقولك ايه يا سيلي قلت لها ايه عمال اهزر معاها ايه يا سوسو قلت لي هو اللي زي ممكن يتجاوز في يوم الايام بتعبه وشكله ده مين الراجل اللي هيقبل كده انا فاكرة ان ساعتها اكيد ما كانش عندي رد واكيد كان لازم معطل بس سبحانه اللي الهامني الرد ده قلت لها الراجل اللي هيجيلي لما انا اتجاوز الراجل اللي هيجيلك انتي هيبقى احسن منه مليون مرة ليه لانه واخدك عشان اللي جوه برا ده كله مش داين يروح في لحظة وعايز اقولك وانا بقيم وكنت بتجاوز والله دي الحاجة الوحيدة اللي قلتها قلت والله في منهم كتير انا طفشتهم وفاكرة انا هيخد اللي يشلني عشانا مش ضامنا بكرة في ايه كم واحدة دخلت تولد وطلعت بفشل كلوي بتغسل كلا لحد النهارده كم واحدة فجأة كانت قاعدة لقيت كل كيعة ضياعت اللي رايح واللي جاي تفكريش كده سيبيها على الله الرجل اللي هيجيلك هيشلك في عينية عشان هيبقى عايزك انتي مش عايز حاجة تانية واشكركم واستنكوا في قصة جديدة بس تكون حقيقية ونتعلم هنا كلنا مع بعض باي باي اشتركوا في القناة